ما هو تعليقك حيال إبعاد كيفين مكارتي من رئاسة مجلس النواب وما هو تأثير ذلك على القوانين التي تنتظر التوفيق؟ لا أعتقد أن هذا سيبطئ العملية فيما يتعلق بكيفين لقد وقع على عقد وكان من الصعب الالتزام به الأمر تطلب صوت واحد لإخراجه من منصبه كان رئيساً لتسعة أشهر رئيساً لمجلس النواب والآن علينا أن نختار شخص آخر علينا أن نعود إلى العمل لدينا عدد محدود من الوقت علينا أن نبقي على البلاد في حالة حركة وربما يكون هناك تمديد آخر للموازنة سنكون في وضع جيد ما هي نصيحتك؟ فيجب أن يعقدوا صفقة مع الكونغرس سنة ونصف لانتهاء الولاية هذه لا أعتقد أن هذا منصف عندما يكون هناك شخص قادم نحتاج إلى شخص يبقى لفترة هل أن مجلس الشيوخ يعمل الآن على القانون متعلق بدعم أوكرانيا لكي يتم اعتماد القانون من المجلس بعد انتخاب رئيس؟ علينا أن ننهي الـ 12 تشريع ربما يكون هناك تمديد لأوكرانيا وللحدود لا يمكن أن تختار واحد بدون الآخر ولا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة في مجلس النواب سننتظر ونرى بنهاية العام ستكون هناك ميزانية بنهاية هذا العام وسننجز هذا قبل نهاية العام